قالت وزارة الدفاع اليابانية إنها رسدت سفينتين البحرية للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوى اليابانية في الأيام الأربعة الماضية وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام كانت وزارة الدفاع التايوانية قد رسدت فرقاتتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي ورسلت طائرات وسفن للمراقبة وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن تكرار النشاط العسكرية الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل قلقا بالغا على الأمن القومي الياباني